قبل قليل كان هناك عدة رشقات صاروخية استهدفت مدينة كوبيانسك في خاركيف السلطات الإقليمية والمحلية هناك تقول أن هذا القصف استهدف البنية التحتية وأصفر عن إصابة بعض الأشخاص أيضا الهجمات والمعارك على أشدها في بخموت مجموعة فاغنر وكذلك أيضا الجيش الروسي وكذلك من الناحية الأخرى الجيش الأوكراني هناك حرب شوارع تدور في أنحاء مختلفة من المدينة القوات الروسية تريد السيطرة بأي طريقة ممكنة على هذه المدينة في أسرع وقت ممكن كذلك أيضا هناك تعزيزات تحاول الوصول أو تحاول قدر العسكرية الأوكرانية إيصالها إلى الجنود الأوكران في هذه المنطقة هذه التعزيزات هي هامة للغاية الجيش الأوكراني يقول أن طريق التعزيزات مازال مفتوحا حتى الآن لكن المتوقع وفقا لما نسمعه من القيادة العسكرية هنا أن شيئا قويا سيحدث خلال الأيام القائية القادمة لكن جديد بالذكر راوية أن أقوى القوات الأوكرانية المقاتلة وأكثرها خبرة هي التي تقاتل في الجانب الشرقي في مخموت وكذلك في دونييتسك وكذلك أيضا في خركيف وإيزوم التي نتحدث منها الآن كما تشاهدين من خلفي هناك دمار كبير أصاب هذه المدينة هناك إحدى أكبر المقابر الجماعية موجودة في هذه المدينة قتل أكثر من ألفائج مواطن مدني بعد أن قامت القوات الروسية باحتلال هذه المدينة لمدة سبعة أشهر متواصلة نجحت على إثرها بعد ذلك القوات الأوكرانية في دحر القوات الروسية وسيطرة مرة أخرى على المدينة حتى أن الرئيس الأوكراني زينيسكي بنفسه قام برفع العالم الأوكراني مرة أخرى على هذه المدينة أو أحد أشهر مبني المدينة بصفة عام يمكن قول أن المعالج تبقى مستمرة بصورة كبيرة وقوية خاصة في المناطق والجبهات الشرقية المسيرات الأوكرانية تقول القيادة العسكرية أنها تحاول استداف تجمعات العسكرية الروسية في أكثر من منطقة